إن أخبار أمم أفريقي أخبار عديدة وأخبار فيها كواليس كتيرة وفيها تفاصيل مهمة جداً وإحنا نتكلم مع بطولة الأمم على فكرة طيب، النهاردة كان فيه مؤتمر صحف للجهاز الفني المنتخبنا الوطني بقيادة خفير أجيري المدير الفني المكسيكي لمنتخبنا الوطني وكان معاه أحمد المحمدي كابتن منتخبنا الوطني أولاً قبل ما أخش في تفاصيل المؤتمر الصحف والأخبار التي قالت النهاردة أنا على المستوى الشخص سعيد جداً بابتعاد محمد صلاح عن وجوده في المؤتمرات الصحفية كان هناك فكرة على فكرة يعني في الكواليس كان فيه فكرة إنه ممكن يكون محمد صلاح كابتن منتخبنا الوطني في بطولة الأمم لكن بصراحة فكرة إنه محمد صلاح ما يكونش كابتن منتخب وبالتالي ما يحضرش المؤتمرات الصحفية أنا شايفها إيجابية جداً لمصلحته ولمصلحت المنتخب الوطني لأن وجود صلاح في أي مؤتمر صحفي هتلاقي كم أسئلة غير طبيعية لمحمد صلاح عن نادي لفربول تعقده في الموسم القادم هل سيستمر أم سيبقى علاقاته بالعيب لفربول يورجون كولوب أسئلة كتيرة جداً ممكن تتسلم محمد صلاح والهدف المؤتمر مش هيبقى هو المفيد بالنسبة لمنتخبنا الوطني لكن مؤتمرات الصحفية لمنتخبنا الوطني الفترة حالية فيها إجابات شافية على أمور عديدة جداً بتكشف تفاصيل الناس بتسألها سواء قبل مباراة زنبابوي أو بعد مباراة زنبابوي نهاردة خفير أجيري تكلم على موضوع أحمد حجازي بعدما تسأل على إصابة أحمد حجازي الفترة الأخيرة وإصابته دي هل ممكن تمنعه في المشاركة أمام الكنغو أجيري قال إن إصابة حجازي هي أولاً مش إصابة بدنية يعني إحجازي على المستوى البدني جاهز جداً للمشاركة مع المنتخب الوطني لكن إصابة حجازي عبارة عن خطة أو كسر في الأنف تم استخدام قناع طبي واقي لتفادي أي إصابة قد يتعرض له في المباراة القادمة عشان يقدر يلعب بشكل أساسي خلال الفترة القادمة لكن حجازي لا مشكلة لديه من الناحية البدنية وتم التعامل معه من الناحية طبية ويرتدي قناعاً ولا توجد لديه أي مشكلة وإن شاء الله هيكون جاهز في الفترة القادمة قال أجيري كمان إن المباراة بين الكنغو وأغندا كانت غريبة بعض الشيء يمكن أغندا فازت على الكنغو بهدفنا مقابل لشيء وأنا على المستوى الشخصي مش شايفها مفاجئة لأن أغندا اللي بيتمحها الفترة الأخيرة لا أغندا من المنتخبات الإفريقية اللي جاية ستيب باي ستيب واحدة واحدة وهيكون مفاجئة في هذه البطولة لكن هو شايف إن الكنغو كان ممكن يقدم أداء أفضل من كده لكن النتيجة بالنسبة لفوز أغندا على الكنغو قال أجيري إن هي كانت غريبة بعض الشيء قال كمان إن الفرعن إن شاء الله هيعززوا الرقم القياسي بالتتويج باللقب للمرة التانية وبالطبع إن شاء الله مباراة الكنغو هتكون عنق الزجاجة للتأهل من هذه المجموعة بعد الفوز وإن شاء الله صدرت المجموعة قبل مرحلة المباراة الأخيرة سؤال أيضا أجيري على موضوع عمر وردة أجيري قال إن فيما تعلق بالله بعمر وردة ما قيل عن استبعاده خلال الفترة الحالية هي أخبار غير صحيحة الأمور السلوكية في المنتخب جيدة ومن سيخرج عن النص لن يكون له مكان ده تصريح مقتضب لخفير أجيري بخصوص استبعاد وردة ومقيلة بخصوص استبعاد عمر وردة خلال الساعات الجارية طيب أحمد المحمدي كان أيضا حاضر المؤتمر بصفته كابتن المنتخب واتكلم عن أزمة اللعيبة اللي ممكن يكون فيه أزمة بين اللاعبين داخل المعسكر بسبب السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي أو التواصل اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية أحمد المحمدي قال أغلقنا صفحة مباراة زنبابوي وبات هناك الاستعداد تام لمباراة الكنغو قال اللعيبة شهدت لقاء أغندا والكنغو وعندنا استعداد تام لمباراة الكنغو لكن قال كمان أن الفوز إن شاء الله على الكنغو هيؤهل مصر للدور التاني والكنغو ستعمل على الفوز لتعويض الخسارة أمام أغندا لكن بخصوص أزمة ما بين اللاعبين بسبب يعني تواصلهم على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أحمد المحمدي قال الأمر لم يأخذ أكتر من دقيقتين الكل بيركز في الملعب ده حصل بعد مجتمع خفير أجيري مع اللاعب وقال لهم بالضبط كده مفروض اللي إحنا نركز في الفترة القادمة نبتعد عن أي مشاكل وفكرة التواصل على السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي أحمد المحمدي أتكلم عن تفاصيل الاجتماعي قال الأمر ده لم يتخذ أكتر من ديتين وقال إن مفروض اللي إحنا في مصر ما نضخمش قوي من الموضوع اللي بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي والكل داخل المعسكر المنتخب الوطني على قلب رجل واحد داخل المعسكر يعني أنا بقال لكم بالضبط يعني أنا حريص جدا وأنا بقال لكم كل كلمة ده اللي تقان نصا في المؤتمر الصحف النهاردة لخفير أجيري ولأحمد المحمدي سواء في موضوع حجازي أو الاستعداد للكونه أو فيما هو متعلق باستبعاد عمر وردة أو حتى الجزئية المتعلقة باهتمام اللاعبين بالسوشيال ميديا أثناء معسكر المنتخب الوطني طيب نهاردة كان فيه تصريح مهم جدا لعبد سطر صبري عبد سطر صبري أحد النجوم المميزة اللي كنا بنسعد بها في منتخبنا الوطني وصاحب المهارات الرائعة في منتخبنا الوطني وعبد سطر من اللاعب اللي لابت بطولات أمم إفريقية وليها باع طويل جدا مع المنتخب الوطني فترة ما كان بلعب مع حازم إمام وأحمد حسن وحسام حسن جيل 98 في بوركينا في اسو اتكلم النهاردة عبد سطر في تصريح عن رؤيته الفنية لمباراة بصر وكنغو ومشاركة أحمد حجازي من عدمها في التشكيلة الأساسية قال عبد سطر أن مباراة الكنغو لن تكون سهلة لمنتخبنا الوطني المنافس خسر أول مباراة أمام أغندا فبالتالي ما قداموش حل من أي حل من اتنين يعني لازم يفوز أو على الأقل يخرج بنتيجة جابية بالتعادل فبالتالي مصر أمامها فرصة هتبقى صعبة للفوز على الكنغو لتخطي هذه المرحلة إذا انت اتلع مع فريق مش باقي على أي حاجة لازم يطلع بنتيجة جابية سواء فوز أو تعادل لأن فيه أحسن توالد فبالتالي مباراة تكون صعبة جدا عنه زجاجة وقال عبد سطر أن المباراة تكون صعبة جدا لكن قال على لعبة المنتخب الوطني يجب أن هم يلعبوا بجدية وعدم استهطار وتركيز شديد جدا في هذه المباراة القادمة إن شاء الله عشان الجماهير المصرية يكون عندها الرضا على مصلحة منتخبها الوطني وتكمل مع الفريق خلال الفترة القادمة